ذكرت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية أن المتشددين في الحكومة الإسرائيلية يريدون أن يتم الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية غير أن الولايات المتحدة ودولا حليفة كبرى حذرت من الهجوم على المدينة يؤكد الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم البري على رفح الفلسطينية حاسم في حربه ضد حركة حماس معتبرا أن المدينة هي آخر معقل للحركة ضغوط متزايدة على جباهات متعددة يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بسبب الهجوم على رفح الفلسطينية صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية ذكرت أن المتشددين في حكومته يريدون أن يتم الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية غير أن الولايات المتحدة ودولا حليفة كبرى حذرت من الهجوم على المدينة التي لجى إليها أكثر من نصف سكان غزة البالغة عددهم كرابة مليوني ونصف مليون نسمة بينما فر منها ما يقارب المليون معظمهم من النازحين جراء العملية العسكرية الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن القيود الإسرائيلية والقتال العنفة في الحرب ضد القطاع تركت السكان في أجزاء من غزة يبحثون عن الأعشاب وعلف الحيوانات ويعيشون على نظام غزائي ضعيف من الخبز في غضون ذلك أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه جرى إجلاء مئات الآلاف من رفح الفلسطينية منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي عملية برية في المدينة الواقعة بجنوب غزة في السادس من مايو الجاري مفوض الأونروا أكد أن الفلسطينيين يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحية مضيفا أن بلدة المواصل الساحلية التي تبلغ مساحتها 14 كيلو مترا مربعا ومدينة دير البلح بوسط القطاع مقتضتان بالنازحين ويؤكد الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم البري على رفح الفلسطينية حاسم في حربه ضد حركة حماس معتبرا أن المدينة هي آخر معقل للحركة الفلسطينية وقبل بدء العملية حضرت إسرائيل مئات الآلاف من سكان غزة الذين لجأوا إلى المدينة بوجوب مغادرتها ووصفت عمليتها في رفح الفلسطينية بأنها محدودة